واحد هل تتذكرون مولد ابو حصيرة تكلمنا قبل كده ان كان في مولد في دمانهور اسمه مولد ابو حصيرة وبرضه قلنا قبل كده ان ابو حصيرة مش حاخام يهودي ورغم ذلك اليهود جاءوا سنوات متعاقبة بيحتفلوا بمولد الحاخام ابو حصيرة وقلت ايضا ان دكتور مصطفى الفئي قال لي وهو من ابناء دمانهور ان ابو حصيرة في جيل الدكتور مصطفى الفئي كان الاباء والاجداد بيقولوا سيدي ابو حصيرة بيتبر ان هو رجل دين مسلم متصوف وان هو احد ما شيخ الطرق الصوفية فتعمل ليه ضريح بقى ضريح سيدي ابو حصيرة لكن فجأة لقين في السنوات الاخيرة سيدي ابو حصيرة بقى الحاخام ابو حصيرة وبدل المتصوفين المسلمين ما يروحوا لان اليهود بيجي يزوره مولد ابو حصيرة الذي اوقف هذه المهزلة هو المستشار الجليل محمد عبدالوهاب خفاجي اللي اصدر وقتها حكم قضائي بالغاء مولد ابو حصيرة والغاء اعتبار وزارة الاثار لمكان او ضريح ابو حصيرة مكانا اثريا اسم المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي تردد ايضا في القضية قضية تيران وصنافير لما شفنا ايضا النص الرائع الذي صدر به الحكم التاريخي بمصرية تيران وصنافير وبقى اكرر اللي قلته قبل كده انه لما الانسان يتأمل النصوص الرفيعة في بعض الاحكام القضائية ونرجع للزمن الكلاسيكي في روعة النص وروعة الاسلوب لما يكون الحكم القضائي ليس مجرد حكم قضائي وانما نص ادبي رفيع ونص تاريخي رفيع ووثيقة ادبية لا مثيلة لها لان قبل كده كان بعض الاحكام القضائية وحيثيات الحكم في قضايا بتكون اعلى مستوى الروائيين والادباء والفلاسفة فاحنا كل فترة بنجد حكم رفيع المستوى على هذا النحو الذي سمعناه من قبل او قرأناه من قبل في حكم ابطال مولد ابو حصيرة ثم تردد على مسامعنا من جديد في الحكم التاريخي بمصرية تيران وصنافير